تبلل شبكة الإعلام العراقي جهوداً كبيرة للنهوض بواقع الدراما العراقية عبر استعدادها لإطلاق قرابة عشرة أعمال درامية مهمة لصالح الموسم الرمضاني المقبل حيث أطلق قسم الدراما الإذاعية والتلفزيونية في شبكة الإعلام العراقي وضمن الدورة البرامجية الرمضانية عدداً من المسلسلات الجديدة التي تتلاءم مع أجواء الشهر الفضيل ومن أحد هذه المسلسلات بين الكوميدي والتراجدي مسلسل ألو تكسي ألو تكسي اللي هو طبعاً من تأليف المبدع المتعلق الفنان طلال هادي ومن أخراج الشاب الرائع أخي وحبيبي أستاذ علي سعد وأيضاً نخبة من فناني العراقيين اللي على رأسهم السيدة النعم الربيعي زهر محمد رشيد نجلاء هذا دعم للفنان العراقي في أن يعمل كافة الفنانيين العراقيين بهذه الأعمال والحمد لله والشكر كنا ننتظر مثل هكذا موسم زاخر والحمد لله والشكر دورة جداً مميزة بهذا العمل إذا قفشات كلش حلوة أبو قلب الحنون يحب يحب وأشياءات وفعاليات الفقرات ما لاتبعد هو مصطفى داخل المبدع تجول وجهك مالله يخليك حبيبي أنا فرحان بهذه التجربة قلتها وهذه المرة الثانية هذا العمل الأول بطولة لمصطفى داخل برعاية شبكة الإعلام العراقي إن شاء الله يا ربي يليق استحسان الجمهور أولين أيدك تصبر ولا تستعجيل الإبنائية مطايرة يا بابا أصبر قل صبرت أولدنا مطايرة وأنت تعرف كل جيد أنا جد أحب مها أول ما وصلنا لبيتهم قالوا يوم واحد ونرجح خبر الموضوع صار أسبوع يعني السالفة قامت متخشة بعقلي ابني أبو قد يقول لك أصبر لا شو المنطقي يقول لك لازم تصبر هذا زواج يما مولعبة زواج هسا يجوز الليبنية تريد تأخذ وقتها بالتفكير اشتبارتنا هي هاي الكثرة من الأعمال أوكي يعني مو كلها أعمال جيدة لكن هي حالة صحية لأنه دائماً الكم هو يفرز النوع فبالتالي أكيد هذه السنة ما يقارب بحدود عشرين عمل درامي بالعراق على مختلف الفضائيات شي مهم جداً هذا الموسم الرمضاني شهد متغيرات في الدراما العراقية أهمها الكم في الإنتاج وهذا يؤشر لصالح شبكة إعلام العراقي أولاً وللمنحة التي قدمتها الحكومة لإدامة الزخم الإنتاجي هشاني أريد عنام القلوب مش تغط الباب مفتوح يدي طف القلوب وسد الباب مش عدك نايم من هسه شنو نوم دجاج لش إني باشر عندي لقاءة تلفزيوني يجب أن أخذ قصود من الراحة وآخذ نومة كفاية بها لأن باشر بالتلفزيون لقاء مهم إليه